أعطقل ودخل السجن وتعذب بأقصى الطرق وأشدها حتى وصل الحال إلى بتر أصابع يده بعد أن تم حرقها من قبل مؤتقديه هذه قصة الشاب الذي اتهم بتهمة حسب ما روى إلا ذنب له بها بعد أيام طويلة قضاها في التحقيق مكالة بغداد اليوم تم اعتقالي من قبل الفرق الخامسة الشرطة الاتحادية جاني ولد قالاني بل حشيد وراد يكسر قفل بل الحياة الصناعية فمنعته وبعدين هو وراء خمسة يام هو ثالث يمشتكي عليه أنا ما أعدل إن هو مشتكي فبعدين أخذوني للفرق الخامسة الشرطة الاتحادية أثناء التحقيق هو جي وقف يمي أنا تشارت مسدودة عيوني بعدين حلوا عيوني من شفت الضابط قال له هذا شافك قال له واذا شوفني خليه شوفني فأنا عرفه أنه هو هو تدمرني من وراء القفل معنا الصناعية تعلوني على تهم الأرحاب هي مورحاب فكلما يقابل القاضي ينكر ما لفق له فيعاد مرة ثانية للتحقيق ويعذب ويحجز بالحجز الانفرادي بلا أكل ولا شرب مع الآلام التي تنتابع جراء الحرق الذي أصاب أصابع يده ظلت النوب 16 يوم أحترقين يدي النوب ظلت عشر تيام بالمحجر وحدي سنتلاق دراء كلها أشرب فودوني للمساجين البقية هم قاموا يأكلوني يشربوني يضربوني ديتول بعدين ودوني للمستشفى أزادي فتم بتر أصابعي من قبل الدكتور قال له هذا أني ما يصري لنشارك وأنا عندي صور ليلهين أول ما أحترقين فبعدين ودوني إضاءات خمس شهر وعلى 12 يوم بالمستشفي ودوني للمحكمة وحكمون 6 سنين راحت الدعوة لبغداد ورجعت أفراد الحمد لله وبعد عدة أشهر قضاها محتجزا في المستشفى بسبب وضعه الصحي تم حكمه 6 سنوات ولكن الدعوة القضائية رحلت لبغداد لتعود بالإفراج عنه ولم تنتهي القصة إلى هنا فقد تم تلفيق دعوة أخرى عليه من نفس الطرف وهنا تم عزل القضاء ليتم اللجوء إلى الفصل العشائري بين الطرفين وهكذا حلت المسألة وأفرج عنه ترجمة نانسي قنقر